بسم الله الرحمن الرحيم. آآ الفيديو النهاردة هيتكلم لطلاب الاول عن تشغيل برنامج وفتح آآ الملف بأكتر من طريقة. وازاي احفظه وازاي يقبله. يعني ابدأ الاول اشغل برنامج بتاعي. عشان اشغل برنامج بتاعي اللي ظهر قدامي دلوقت سطح المكتب. ابتدي اجيب على رمز الشعار بتاعي بتاع الويندوز. وهنا اكتب في خانة البحث اسم البرنامج بتاعي اللي هو وين وورد. اول ما بكتب خانة البحث وين وورد. اول ما بكتب وين وورد وبيظهر برنامج ميكروسوفت وين وورد الفين وعشرة. بتدي شغل البرنامج. طبعا البرنامج بيشتغل. اول ما بيشتغل البرنامج بيفتح معا الدوكمنت. يعني هنا. نقفل نافذة دي. او ظهر قدامي. انا مصغر الشاشة بس. هنا مكتوب لدوكمنت رقم واحد. وده اسم البرنامج. البرنامج اول ما اشتغل فتح معا ايه? دوكمنت. طيب. تعال انا شوف ازاي? افتح مستند جديد. يعني انا افتح. هو فتح دوكمنت واحد. انا افتح مستند جديد ازاي? رقم واحد. لو انا بصيت على شريط الانوان اللي قدامي. هلاقي على شماله شريط الادوات السريعة. شريط الوصول السريعة. ولو شاورت على الرمز الذي ظهر قدامي. جنب السهم ده. هلاقي مستند او ورقة واقفة. عمودي. مكتوب عليها هنا يعني يعني انا لو دست على من لوحة المفاتيح دي طريقة هيفتح لي مستند جديد. ولو دست على الرمز ده هيفتح لي مستند جديد. حتى تحت مكتوب يعني هنا مكتوب هو انشاء مستند جديد. يبقى انا عندي طريقتين دلوقتي. لو دست على مع الان يبقى افتح مستند جديد. ولو دست على الرمز اللي قدامي ده راح فتح لي مستند جديد اولا. دلوقتي بقى عندي اتنين مستند. ادي واحد مفتوح لكده. ودي ايه? التاني. كده مفتوح اتنين مستند. طيب مفتوح اتنين مستند. هنا كتاب هنا واحد وهنا كامي? يبقى المستند ده رقم اتنين. تعال نفتح واحد ثالث بطريقة تلتة. نفتح واحد ثالث بطريقة تلتة. يعني الاولاني من شريط ادوات الوصول السريعات. التانية من كنترول مع ان في لوحة المفاتيح. وكلمة كنترول مع ان في مفتاح مكتوب عليه وهو ده اسمه كنترول فده موجود في لوحة المفاتيح. صباعي بينزل عليه لتحت. ما برفعهوش. وبعدين بضغط على الان مرة واحدة. دايما لما استخدم مفاتيح كنترول او الالت. بخلي صباع نازل عليها. وبضغط على الحرف التاني او الرقم التاني او حسب ما مطلوب اضغط عليه مرة واحدة بس. لكن ما بشرش ايه دي من على كنترول. الا بعد ما ايه? ما بضغط على الحرف التاني. طيب. هنا ابتدي من قايمة فايل. تعال نفتح المستند بقى جديد تاني. سوى قايمة فايل دي ايه او دي. فايل ايه? فتحت قايمة فايل ونوسع المستند عشان نشوف. ايه دي قايمة فايل ايه? عشان نبدأ. افتح مستند انشئ مستند جديد. وابتدي اختار نيو. عادي نيو. نيو هنا بمعنى انشاء مستند جديد. وكلمة مستند هنا اخترت نيو. فهي صار عندي مستند فاضي. اعطيني صفحة فاضية ايه? وهي دي البوتن او الزر كرييت. كرييت عشان ننشئ المستند. اول ما بدوس عليه راح فتح ليه مستند. طبعا دي مفتاح التصغير والتكبير. دينا المفتاح ده دوسنا عليه. اصبح كام? تلاتة. يبقى انا عندي تلاتة. طيب. كل مستند واخد الخصائص بتاعة النوافذ. يعني هنلاقي كل مستند ليه شريك عنوان. كل مستند ليه اسم. كل مستند ليه البرنامج هعطيله الخصائص بتاعه. كل مستند تاني. تعالى بقى نشوف ازاي ان انا هاحفظ. طبعا عشان احفظ. انا ما كتبتش حاجة عشان احفظها. نقفل اول مستندات المفتوحة دي نخلي مستند واحد بس مفتوح. انا كده تعلمت ان انا ازاي افتح المستند جديد بتلات الطرق. طيب. بعد كده انا لو كتبت جوه المستند اللي قدامي. كتبت عبارة سواء هناك بكتب عربي. بكتب انجليش. ده آآ دي عبارة مكتوبة باللغة الانجليزية. طيب لو عايز ابدأ سطر جديد. ببدأ بضغط كده الفقرة عزلت بقت في سطر الوحدة. ومنجي نتكلم عالفقرة. هناخد اوامر تنسيق الفقرة. شوف هتعمل مع الفقرة زي. كده الفقرة بقت لوحدة. هنا في الجزء ده. لو عايز اكتب سطر من جهة اليمين بالعربي. بدوس على ايه? بدوس على علامة الفقرة. طيب فين علامة الفقرة هنا? علامة مهازات الفقرة او ايه? كده جاب لي من اليمين. طيب اما جيت اكتب كتاب الانجليزي. لا انا جبتي من اليمين عشان دلت تجاهي العربي. حيث اغير عربي. اغير عربي. يبقى هلغط على مفتاحين. وشفت. صباح هينزل على والتاني هلغط على هيتغير اللغة عربي. لو جيت كاتب ابارة بسم الله الرحمن الرحيم. كده العبارة كتبت. طبعا عايز ابدأ سطر جديد هدغط انتر. لان بسم الله الرحمن الرحيم دايما انكتب في سطر الواحدة. فبدغط ايه انتر عشان ابدأ فقرة جديدة. كده كتبت في المستند بتاعي عربي وانجليزي. لكن لكن. لو انا جيت اكتب كلمة عربي بين الاتنين دول. يعني بين كلمة الارب وورلد. اكتبها ازاي? بين الكلمتين اهو. وابتدي ادوس مسافة. وابتدي اكتب الكلمة بالاعربي بينهم. طبعا بعد ما اكون اللوحة المفاتيح. مقلوبة العربي. عالم العربي. خلاص? فانا كتبت الكلمة دي فين? في الوسطة. طيب هنجي لنا بقى نحفظ الملف بتاعي. نحفظه ازاي? طبعا ده مفتاح الاخلاق للبرنامج. موجود في شريط الانوان فوق. وده مفتاح التكبير. ده مفتاح التصغير او التصغير. حتى مقف هنا مكتوب عليه يعني تصغير. وهنا هتلاقي يعني ايه? تكبير. فانا دوس هنا راح عملي تكبير للشاشة من الشاشة. هبتدي ان انا احفظ بقى ازاي? قال لي بقى عشان احفظ الملف بتاعي ده. واختار طبعا هنا الحفز لاول مرة. حفز الملف ده. يعني هو اساسا ما بقاش ملف فيه ليه اسم. ده هو الوقتي اسمه او ملف مستند. يعني هو ملوش اسم. هو ملوش اسم. هو اسمه فانا عشان احفظه هيتحول من الى ملف. الدكومنت ده حاجة كبيرة قوي. آآ براحتك ممكن انا بقى باخد جزء منه. نفترض كتبت سطر او سطرين او طلت سطور. وحفظتهم. اصبح ده ملف. ملف هيكون حجمه طبعا اصغر من الدكومنت. الدكومنت يقبل مني ان انا اخذ. طول ما انا شغال بياخد مني طول ما بنسع بيتم التنسيق. لكن انا دوقتي اول ما احفظه هيا خلاص هيقتطع الجزء ده من الدكومنت. ويعملوا الى ايه? الى ملف. فانا هبتدي اختار حفظ الاول مرة هنا بقى. بيقول لي انت كتب الجملة دي فول السطر فهو جايبها لي هنا. قدام كلمة طيب. انا عايز احفظ. احفظ فين? هنا دي العمود الازاحة ده بيتحرك معي او. الجزء الشمال ده. اللي هي موجود في اه البرتشانات والمجلدات اللي موجودة على في النظام التشغيل. وعلى اه السي بتاعتي. اه الهارد بتاعتي. وعلى الهارد بتاعتي. فسي عندي الهارد عندي مقسمة. الى ودي وف وجي. امشي كيدا. وهنا عندي اتش واي. دي عندي الهارد مقسمة للاجزاء دي. في اجهزة مقسمة فيها جزء واحد فيها السي بس. وفي اجهزة فيها السي والدي بس. في اجهزة فيها الاف بس. على حسب الهارد ما متقسم عندي. طيب. نظام التشغيل الويندوز بقى. الويندوز. هنا مقسم الملفات بتاعته الى مجلدات. او اماكن. هنا فمقسم ناحية تنظيمية. قال لي ان الجهاز يعني جهاز الكمبيوتر اللي انت عليه دلوقتي. جهاز الكمبيوتر اللي انت عليه دلوقتي. هنا قال لي ان نظام التشغيل ما عندك مقسم لك. قال لك ده الدسكوتوب يعني سطح المكتب بتاعك. سطح المكتب بتاع الجاسل انت عدد ايه? فيها قال لي فيها عندك مجلد للدوكومنت. مجلد ليه المستندات? ان انت ما غيرتش مكان للمستند? يعني ان ما اخترتش انت هتحفظ الملف فيه? سي ولا الدي ولا الاي ولا الاف ولا اي مجلد من مجلدات? هو طبيعي ايحفظه لك جوة الدوكومنت عشان لو حبيت تسترجعه تاني تبعى عارف مكانه فين. يبقى هنا ده مكان حافظ المستندات الافتراض. طيب هنا يعني حاجات اللي انت بتعمل لها ايه? تنزيل من النت. فهتحط في المجلد ده اجاز نظام تشغيلة ياخدها يحطها في المجلد ده. اما ده برضو لو انت عندك ملفات موسيقى نزلة من على النت هيحطها لك فين? في المجلد ده. الميزيك بس. الصوت بس. صوت بس. فقط. او ملفات صوت. اما كلمة فيحط لي الصور. عفز على المجلد ده. وكل ده نواحي تنظيمية يعني هو بنظم. ده اسمه مجلد. مجلد يعني مكان بيشيل ملفات. ماشي. مجلد يعني ملك. هو عبارة عن مكان بيشيل ملفات. زي درك. وغالبا بيبقى اخر الشكل الاصفر اللي هو ده. ده اسمه مجلد. لكن هو هنا عطي لي رموس لان الايقونات او الرموس دي نظام التشغيل ميميزها عشان كل حاجة تبقى يواخده اه شعار عشان الناس اللي ما بتعرفش تقرأ ممكن يتعامل بالشعار او بشكل الصورة يقدر ان هو يتعامل معها من خير ما يقرأ. مجرد ما يحفظ الصورة يقدر يتعامل معها. هنا الفيديوز يعني الفيديوهات. هنا تحفظ الفيديوهات. يبقى هو دي نواحية تنظيمية دي خاص بمين? بنظام التشغيل. ممكن انت بقى من نفسك تيجي عامل مجلدات لكل حاجة الوحدة. يعني انا مثلا ممكن احط اه صور في مجلقة احطها في الاف احط القرآن في الجي احط الالعاب اه في الاتش وهكزا انا اللي بحط بس كده اسمه الواحد في الهارد موجود عليه مجلدات تانية. يعني انا ما قفت على الاتش قال انت عندك المجلدات دي. اوكي? لما جيت هنا قال انت عندك المجلدات دي. لما جيت هنا قال انت عندك المجلدات دي. فانا ممكن اقف على الاف واختار المجلد اللي انا هحفظ فيه. يروي يحط لي جوه المجلد اللي انا اخطر. بس هنا بقى انا مش ههه عشان موضوع بس موضوع الحفظ. فموضوع المجلدات والملفات والكلام ده بيبقى دراسة فين? في نظام التشغيل. بتبقى من دراسات نصام التشغيل اللي عارف نصام التشغيل يعرف تانية مع الملفات ويعرف تعمل المجلدات ايه كويس. طب هنا بقى كلمة اكتب اسم يعني بس هنفترض ان انا كتبته ايه بقى. انا كده بيكتب اسفاق بالعرب ولا بالانجلش. ايه? وبيه? وايه? يبقى انا هاحفز على مكان. تعال ان اختار المكان اللي انا اختاره فين? بطول احفزه على سطح المكتب. على الديس كتوب. ادي الديس كتوب كده هيصبح عندي لو بوسيطه على دو كومنت اتغير ودوقتي بقى اسمه ملف. ما بقاش اسمه دو كومنت دوقتي. بقى اسمه ملف. ملف اسمه ايه? اسمه هيبة. طيب. هل برنامج الورد? دايما او اي برنامج بشكل عام بيميز الملفات بتاعته. بيميز الملفات بتاعته بان هو بيحط لها اه حاجة اسمها اسمه ممتد على الاسم اللي انت بتحطه. فالاسم اللي انت بتحطه ده اختياري. اما هو فبيحط لك من عنده قروف اسمها الاسم الممتد وده اكباري. يعني مسلا برنامج الورد لو انا قلت له ان انا مسلا تعاني كتب لو انا كتب اه هيبة بالانجليزي انا اكتبها بالانجليزي. لو انا عندي اسم ملف اسمه هيبة. اوكي? انا عندي ملف اسمه هيبة. هيروح هو. حاطت من عنده نقطة دوت اللي ايه على حرف الزل? او الزل? عرف الزل? دايما اتلغبط في الحرفين دول? الزل والزل. مش هيبة. هيحط دوت نقطة يعني? ويكتب اه لهو الورد هيكتب ايه بقى? اه حط لي من عنده هو انا مش شرط ان انا اشوف هو بيحط ايه? بس دايما الملفات بتاخد حرف الو الزرقة دي كده معروف ان هي ملفات معمولة ببرنامج الون وارد. هيميز الملفات بتاعته دي او سي اكس. اربع حروف وده اه كان الاول في النسخة القديمة. كان بيبقى ثلاث حروب بس لحد كده. لكن بعد الفين وعشرة بدأ يحط لي تقريبا من سنة الفين وعشرة انا مش فاكر بالزبط. من الفين وعشرة بدأ يحط لي اه الاربع حروف دي او سي اكس. يعني برنامج تاني زي اه اللي هو بيعمل جداو الحسابية. ممكن مسموح لي ان انا سمي هيبة برضو. ما فيش مشكلة. سميك ملف اسمه هيبة. هيحط لي من عنده اكس ال اس اكس. يبقى ده برنامج بيميز الملفات بتاعه بالشكل ده. والوردو بالشكل ده. اما لو عندي ملف صوت. يعني صوت اغنيع او كرآن او. دي بيحط لي من عنده. لو انا عندي اه ملف مسلا اسمه ملف اسمه ام. وده في اغنية او فيه كرآن او فيه اي حاجة صوتية. برنامج بتاعه عشان يميزه بيحط معاه اسمه ممتد لو عندي ملف ام بي سري. ام بي سري. طيب لو عندي ملف فيديو. انت عامل فيديو. او في فيديو او فيلم او موفي او حاجة بتفرج عليها. اه البرنامج بيرامج الميديا بتحط عليها بيحط الاسم الممتد. اه للملفات الفيديو. لو انا عندي ملف الفيديو كان برضو نفترض ان هو كان لأي حد من المطلبين. ايه بقى ده انا افترض ان اسم الفيديو. هو يميز من عنده ايه? انا بتكلم على اشهر انواع لكن في ايه? في امتدادات كتير وبرامج كتير بتاع من الحاجات ده لكن انا بتكلم على اشهر الحاجات اللي موجودة. طيب ايه ده خلاص? يبقى انا عرفت ايه هو الاسم? وايه هو الاسم الممتد? يبقى انا رم احفظ ملف هو بيحط لي من عنده اسم ممتد. انا بقى عايز اقفل الفايل المفتوح. اقفله ازاي? دلوقتي اقول روح لقايمة فايل. واختار كلوز. انا كلوز دي تقفل الايه? الملف المفتوح مغير ما تقفل البرنامج. اول ما اختار كلوز تقفل الايه? بس طبعا هو انا بيطلع لي رسالة. بيقول لي انت محفظتش الشغل بتاعك. فهو بيذكرني ان انا هنا اضفت حاجات. بيقول لي انت عايز تحفظها? لو دست على سيف هيحفظها على الملف الاسم مهم. دون تسيف هيعتبر ان هي ما تكتبتش اصلا. مخلص على جده. اما كانسل. كانسل دي بتاعني ايه? كانسل كأن انا مخترتش امر الخروج نفسه. لان اخر امر انا اخترته كان الخروج. لو قلت كانسل يبقى كان انا مخترتش امر الخروج نفسه. فانا هنا اقول له فايل. اهز هنقفل ملف. كلوز. قلت له سيب احفظ. فاصبح البرنامج. افل الملف ما غير ما يقفل البرنامج. خلاص? اصبح ان هو افل الملف ما غير ما يقفل البرنامج. طيب. لو انا دست على. عايزين نفتح الملف اللي كنا عليه الداني. دلوقتي اروح لفايل. هنا في حاجة تحت الانفورميشن دي. اسمها ريسينت. ريسينت يعني اخر ملفات انت فتحتها. يعني انا ما وقفت هنا وبفتعل اخر ملفات اتفتحت. فكان دايما اللي بيزهر في الطوب واخر ملف انا اشتغلت عليه. اخر ملف انا فتحته او اشتغلت عليه هيبقى هو ازهر في الطوب هنا. فانا لو دوست عليه راح تفتح. لكن لو بعض فترة بقى فتحت خمسين ملف ولا بتاع الملف هيتوه مني. مش هيبقى ازهر في الطوب. فانا اضطر ان انا افتحه بامر تاني خالص. يعني هنا ده بيقول لي في الحاضر يعني. ايه? بيجيب لي اخر مجموعة ملفات في الحاضر. يعني لكن انا لو انا بقى عايز افتحه اعمل ايه? كان ملف قديم اقول له اوبن. يبقى انا اخترت اوبن. انا عايز اوبن عشان افتح ملف. خلال? يبقى انا اخترت اخترت الملف ده مسلا او الرمز بتاعه سرقة. طبعا هو هيجهول منين? من عالدوكومنت. الدوكومنت ايه? موجود عندي الدوكومنت. ده كده الدوكومنت. فانا اخترت الملف ده كده. دي الملفات اللي موجود عالدوكومنت. قلت له اوبن. راح فتح لي الملف اللي موجود قدامي دا دلوقتي. عايز اقفله. او او ايه بقى في لوحة المفاتيح? اللي بيقدى نفس الوظيفة. اعلى نشوف. اهو. اه الت مع اربعة. هقفل لي الملف المتطول. يبقى مفتاح ارت واي فاربعة يعفل لي الملف المتطول. يعني انا 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 فتحت ملف او بي اه اخترت المجللت ده عشان اجيب من عليه الملف. لو انا حافظ على انا فتح كده. هنشوفه في الملفات اللي موجودة عند دي كده. دي كده. مجلد الملف على المكتب. لو دست عالة وف اربعة. كده. افلي الملف بتاعي. عايز افتح ملف من مكان تاني. انا اخترت المكان اللي انا هفتح منه. لو منعديه. اخترت منعديه. دي ما عنديش هنا ملفات اروح على افت. هنا مسلا اهو. صورة ياسين ده ملف. قلت له اول. راح فتعلي ايه? صورة ياسين ايه? ده ملف مكتوب فيه الكلام ده. وبص بقى على الكلام المكتوب قدامي. هنا. عايز اقفله. طيب. لو انا رحت دي الريسنت دي وقتي. هلاقي ان اخر ملف بتفتح اهو. وقال لي ان الملف ده موجود على يعني قطاع او جزء اللي من العرض. مقول يعني الجزء من العرض اسمه لكن مقول يعني مجلد. مجلد يعني مكان زي درجة كده اللي هو اخد لون اصفر. بيتحط فيه ملفات. هنا بقى عشانها في البرنامج بتاعي خالص كل الملفات المفتوحة. المرة دي مش اختار كلوز بقى. لا اختار اجزيت. اجزيت دي اللي هي تحت خالص. اجزيت. وايجزيت. هتروح تقفل البرنامج بكل ما يهتويه من ايه? من ملفات مفتوحة. وارجع تاني بسطح المكتب. البرنامج بتاعي مغلق. وده الملف اللي انا عملته واخد زر ومكتوب عليه. يبدأ. انشاء مستند جديد وحفظه بطرق مختلفة في البرنامج. دينا قبطر من طريقة. عشان نتعامل بيع مع المستند. بعد كده هناخد ايه? اه ناخد اوامر عن التنسيق. وناخد اوامر عن اه تنسيق. اه طبعا تنسيق يتقسم لها جزئين. جزء الفقارات وجزء الحروف. وهناخد اه مجموعة من اه التبويبات اللي موجودة في الريبون بار. وكفية كده الفيديو ده? واللي عنده منحوظة يكتبها او عايز درسة وازفة من جزء. يطلب في التعليقات. وشكرا. شكرا. 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 شكرا.